محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إجراء بات مألوفا بعد أن كان استثناء والسبب القانون الذي أصدره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل شهرين وفوض بمجبه الجيش في حماية المنشآة المدنية لمدة عامين وبالتالي فإن أي اعتداء على هذه المنشآت يستوجب المثول أمام القضاء العسكري وقد ترتب على القانون تحويل قرابة 900 شخص للمحاكم العسكرية بينهم نساء خلال شهر واحد رغم أن اعتقالهم تم قبل صدور القانون وهو ما يعد مخالفا لقاعدة عدم تطبيق القانون بأثر رجعي آخر المحالين إلى القضاء العسكري مجموعة من الشباب اعتقلوا خلال جلوسهم في مقهى بالإسكندرية ووجهت إليهم تهمة حرق قسم شرطة الورديان بالمحافظة ومن ثم أحيل إلى القضاء العسكري منظمات حقوقية محلية ودولية وجهات مستقلة انتقدت إفرط السلطات المصرية في إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري فقد اتهمت جبهة استقلال القضاء النيابة العامة المصرية بالتقسير والتأمر على الشعب ومخالفة الدستور بإحالة المدنيين للقضاء العسكري واستنكرت الجبهة في بيانها إحالة النيابة العامة في محافظة الإسماعيلية أوراق ثلاثمائة وعشرين مصريا بينهم تسع سيدات من رفض الانقلاب للقضاء العسكري واعتبرت الجبهة استمرار إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية باطلا قانونيا ودستوريا القانون أثار في حينه حفظة ناشطين سياسيين أعلنوا رفضهم له في وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى فكانت النتيجة تعرضهم للاعتقال والضرب دون تمييز بين الشاب وفتاة محاكمة البدنيين أمام القضاء العسكري برزت بقوة خلال حكم المجلس العسكري بعد ثورة يناير حيث مثلت عشر ألف شخص أمام القضاء العسكري خلال عام 2011 فقط تعرضوا خلالها لمعاملة سيئة داخل مقار الاحتجاز إي اعتداء على هذه المنشآت يستوجب المثول أمام القضاء العسكري وقد ترتب على القانون تحويل قربة تسعمائة شخص للمحاكم العسكرية بينهم نساء خلال شهر واحد رغم أن اعتقالهم تم قبل صدور القانون وهو ما يعد مخالفا لقاعدة عدم تطبيق القانون بأثر رجعي آخر المحالين إلى القضاء العسكري مجموعة من الشباب اعتقلوا خلال جلوسهم في مقهى بالإسكندرية ووجهت إليهم تهمة حرق قسم شرطة الورديان بالمحافظة ومن ثم أحيل إلى القضاء العسكري منظمات حقوقية محلية ودولية وجهات مستقلة انتقدت إفرط السلطات المصرية في إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري فقد اتهمت جبهة استقلال القضاء النيابة العامة المصرية بالتقسير والتأمر على الشعب ومخالفة الدستور بإحالة المدنيين للقضاء العسكري واستنكرت الجبهة في بيانها إحالة النيابة العامة في محافظة الإسماعيلية أوراق ثلاثمائة وعشرين مصريا بينهم تسع سيدات من رفض الانقلاب للقضاء العسكري واعتبرت الجبهة استمرار إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية باطلا قانونيا ودستوريا القانون أثار في حينه حفظة ناشطين سياسيين أعلنوا رفضهم له في وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى فكانت النتيجة تعرضهم للاعتقال والضرب دون تمييز بين الشاب وفتات محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري برزت بقوة خلال حكم المجلس العسكري بعد ثورة يانا